طيب آخر حاجتين عايزين نتكلم فيهم تشخيصه سريعاً لكن الأهم معلجه تشخيصه السرع مرض اسمه تشخيص إكلينيكي تشخيص إكلينيكي يعني إيه؟ يعني تشخيص الدكتور القاعد على مكتبه لما يسمع التاريخ المرضي الدقيق للمرض دلوقتي الدنيا التوارب بقى في حاجة اسمها موبايل بقيت أقول للمرضى أي حاجة نوبة شاكك انت فيها هي سرع ولا مش سرع ولا واحد بيترعش ولا واحد بيسرع اخصور امسك نفسك دقيقة واحدة قبل ما تحاول تسعيفه وصوره وورينا الصورة فتشخيص إكلينيكي التشخيص العلمي له عن طريق جهاز رسميه اللي هو الـ EEG بس في نقطة مهمة جداً في جهاز الـ EEG إن 40% من حالات السرع المؤكدة 100% بيطلع الـ EEG نورمال دي تفسيرها لو عندنا وقت نشرحه نشرحه لو عندنا ما عندناش وقت نقلب نشرح من العلاج العلاج السرع الأدوية المضادة للسرع الأدوية المضادة للسرع لست طويلة جداً من الأدوية نسبة نجاحها تقترب من 100% ودائماً الكتاب برضو بيقول دواء واحد مع عدد محدود من النوبات أفضل من دواءين مع لا نوبات على الإطلاق قد كده السرع مرة بسيط ادي المريض دواء واحد وخليه منتظم عليه مع عدد محدود ما هو العدد المحدود؟ اتفق علمياً إن العدد المحدود النوبة التي لا تؤثر على حياة المريض يعني مريض بتجيبه نوبة كل 4-5 شهر بتقعد دي أو ديئتين أو 3 أو 5 مش هتأثر على حياته بحاجة لكن مريض بتجيبه نوبة كل يوم ولا كل أسبوع اللي أدي هتأثر على حياته وتحوق الدراسة وتعوق إنه ينزل لوحده وتعوق كل حاجة يبقى دواء واحد مع عدد محدود من النوبات أفضل من دوائين مع لا نوبات على الإطلاق 80-85-90% بتستجيب على 80-80% من المرضى بيستجيب على دواء واحد 10-15% يحتاجون دوائين وده السرع المبهم السرع العدوة عادة بيحتاج من عين أو 3 يتبقى 10% من حالات السرع لا تستجيب على الإطلاق إطلاقاً لا تستجيب على العلاج آسف إطلاقاً وده شموه سرع الضريعة وبتستمر معهم وبتستمرن معهم السرعة الضريعة ده بنعمل إيه؟ بنقول أقل عدد من الأدوية يجيب أقل عدد من نواد وخليه ماشي عليه وقلنه مش قادرين نعمل أكتر من كده ودي نسبة 5 إلى 10% بالكتير وأكتر بتكون في السرعة العدوي وليس في السرعة المبام طيب الأدوية دي أول حاجة هي لها أعصار جانبية بتخلي الإنسان مثلا لا في فتأة من حدك قلته لها أعصار جانبية وبتخلي الإنسان لها أعصار جانبية ولها أعصار جانبية ولما بنكتب إحنا كأطباء مريد دواء سرع لمريد السرع ويقول للأعصار الجانبية هقول له اقرى النشرة بتاعة الدواء مش ما تقرهاش بس قبل ما تقراها اقرى النشرة بتاعة أي مضاد حيوي يخدته والنشرة بتاعة النفالجين أو الأسبرين اللي الناس كلها بتاخدها كل يوم هتلاقي الأعراض الجانبية بتاعة الدواء بتاعنا أقل من الحدد دائما إذا كان الدواء فايدته أكتر من الأعراض الجانبية باستمر عليه غير كده تسعين أو تسع وتسعين في المية من الأعراض الجانبية يمكن تجنبها بتحليلات روتينية بسيطة جدا بس فيه ناس بتقلق من موضوع أدوية الصرع ده لأنه هو بيخلي اللسان تقيل في بعض الأدوية لا ما بيخليش اللسان تقيل هو اللي بيعمله كله لأنه هو دو بيثبت النوبات لفترة قصيرة لا تتعدى خمس ست سبعة أيام بيخلي المريض مداروك شوية الحكاية دي بنتغلب عليها بحل بسيط جدا بقول المريض احنا أول أسبوع من العلاق هناخده بالليل بس بحيث ياخده الجرعة وينام فما عملتش حاجة مش هتأثر عليه مش هتدر واخده بعد كده بيبقى جسم بدأ ياخد عليه أقوله بعد كده حيبقى سبحونه يعني هو الموضوع موضوع تعود بالضبط في حاجة تانية يا دكتور غير الأدوية العقار يعني غير الأدوية العقارات اللي احنا ممكن نجيها التدخل الجراحي في بعض حالات السرع العضوي لو فيه ورن في المخ لو فيه نزيف لو فيه تلين في أنسجة المخ ده وارد التدخل الجراحي وارد في الحالات الضليعة فيه بعد كده إجراءات جراحية معقدة لو يفضل اللجوء إليها لأنها بيبقى لها تأثيرات سلبية ولكن لو السرع مأثر على حياة المريض إلى درجة جديدة بيعوق حياته يعني نوبات مستمرة كل يوم كل يوم بنالجأ للتدخل الجراحي الرزل عمليات معقدة شوية طيب يعني آخر حاجة عايز أعرفها أو ممكن نقولها يعني هل فيه أي احتياطات المريض ممكن ياخدها علشان لو جات له حالة سرع واللي هو بيبقى عارفها من قبليها بس هو ممكن يكون لوحده حيقع على الأرض أو حيتخبط في حيطة فهل إحنا بنديره أي تعليمات لما تجيلك أو لما تحس إن الحالة حجيلك تعمل كذا كذا لما تحس إن الحالة حجيلك لو أنت سايق عربية إركن على جم لو أنتك حمام سباحة أخرج من حمام السباحة لو أنت فوزت الناس حاول تتجنب علشان منظرك ميبقاش رحش استأذي من روح الحمام أعمل أي حاجة ده نوبات اللي بتيجي فيها الأورى النوبات اللي بتيجي فجائية من قدرش نعمل ده حاجة